تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لعل هذا المثل ينطبق على شخصيات ذا عصيتها في مجالات عدة، ورجحت لها كفة الفوز عند ترشيحها لتشريعية الرابع ماية، قصد استقطابها صوات الناخبين نظراً للمصار النضالي أو الرسيد السياسي أو شعبيتها. على غرار نوار العربية، الوجه النقبي المعروف الذي قاد لسنوات عدة حركات احتجاجية في قطاع التربية بصفته منسقاً عاماً للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقاني، الذي لم تصله أصوات آلاف الأساتذة إلى البرلمان، رغم تصدره لقائمة الأففاس بسطيف. الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية لدى وزارة السياحة عائشة طاقابو، متصدرة قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بإليزي، لم تحصد هي الأخرى الأصوات التي تدفع بها لدخول قبة البرلمان، رغم ترشحها في بيئة تول أهمية قصوى للمرأة. ولم يشفع الرصيد السياسي الكبير للأففاس بأن يمنح تأشيرة انتخابية لسكرتيره الأول عبد الملك بوشافة، الذي فشل فشلاً ذريعاً في قسنطينة. وبعيداً عن السياسيين، لم تنجح الوجوه الرياضية التي كان يعول عليها في استقطاب الناخبين في هذه المهمة، وهو واقع حال عبد الحكيم صرارة، رئيس وفاق سطيف سابقاً، المترشح على رأس قائمة حزب الحرية والعدالة، الذي يفشل للمرة الثانية على التوالي بعدما ترشح مع جبهة المستقبل عام 2012.